السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم وليا اصدقائي اهلا ومرحبا بكم مع احمد صالح ولقاء جديد ومهارة جديدة مع برنامج مايكروسوفت باوربوينت بلقاءات بسيطة ان شاء الله وتعالى رح اقدم لكم لكيفية التعامل مع الماسك في برنامج باوربوينت وما هي اهم مواضع استخدام الماسك في برنامج باوربوينت فاليوم رح استعرض احد اهم واجمل الامثلة يلي بنستخدم فيها الماسك في برنامج باوربوينت وهي استخدام الفيديوم لتغطية فكرة معينة سواء كنت مصمم لحقيبة تدريبية او درس تعليمي للاطفال اي ان يكون صناعة المحتوى على الباوربوينت يحتاج الاكتيف وان يكون المحتوى نشيط اسناء تقديم العرض التقديمين ففضلا وحبا وتكرما قبل ما ابدأ بلقانة جميل مع حضراتكم لهذا اليوم ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وانعمل مشاركة لهذا الفيديو وايضا اذا كنت ضيف جديد على قناة عالمكم منتشرف فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من احمد صالح كل جديد وقلبه باشرة لحتى نبدأ باول مهارة واجمل مهارة من مهارات استخدام المسك في برنامج باوربوينت اهلا ومرحبا بكم يا اصدقائي مرة تانية متل ما انا شايفين نحن الان في برنامج باوربوينت وعندي شريحة بتتكلم عن الاسماك يعني انا افترض اني معلم وعم نعطي درس للاطفال عبر زوم او ارسال فيديو او نشاط معين وحبيت اني اعرض لهم شيء من المحتوى النظري مدعوم بالصوريات او الفيديوهات من خلال برنامج باوربوينت كيف ممكن اغطي هذه الفكرة وتكون جزابي للعين وترسخ كهوية بصرية في ذهن الطالب فلح رد باستخدام المسك لتغطية هذه الفكرة بداية ان شاء الله طبعا اول شيء وانا اللي بهمني بالموضوع نعرف ايش المسك ايش المسك خلني اتوجه الى قائمة ادراج ومن اشكال خلني اختار شكل مستطيل او مربع اي شكل وبتوجه الى ادراج مرة تانية ومن اشكال خلني اختار شكل بيضاوي بحدد الشكلين مع بعضهم البعض بعد ما انا الاول الاثنين بحدد المستطيل بضغط شيفت وبحدد ايش كمان معهم الدائرة وبتوجه الى قائمة تنسيق الشكل ومن دمج الاشكال راح نختار ضم فلو مررت المستطيل حركته راح نشوفه انه اصبح مفرغ يعني اصبح من خلال الدائرة اللي تم تجويفة او مسحة ممكن امرر صورة او امرر النص متل ما انا شايفين فاقول ان النص الان تم عرضه من خلال طبقة او قناع هذا انصح التعبير كيف راح هنطبق هذه الفكرة بدرسنا اليوم راح نتوجه الى ادراج من اشكال راح نختار المستطيل وبرسم مستطيل على قدر مساحة الشريحة بالكامل برجع بتوجه الى ادراج ومن اشكال بنختار الشكل البيضاوي وبضغط شيفت طبعا من الكيبورد وبنكر مع السحب لحتى ارسم معي كمان دائرة خلني اختارها بغير لون عشان نميز الموضوع بحدد المستطيل بضغط شيفت بحدد الدائرة ومتل ما حكينا من دمج بنختار ضم ممتاز الان راح نقوم باضافة الفيديو اه المعبر عن الفكرة قبل ما نضيف الفيديو بحدد المستطيل ومن تنسيق الشكل بنعطيه نقل الى الخلفية عشان النص يبرز معنا ممكن نلونه ايضا بلون اسود وممكن العنوان ناخده بلون معين عشان اه يعني يضيء معانا متل ما انا شايفين بالضبط وممكن اخد النص او السلوغن او التعريف باي لون اخر عشان يضح معانا خلني ناخد اللون الابيض تمام ممكن نكبر حجم الخط شوي عشان يكون الموضوع مقروء بالكامل لالنم طيب الان بعد ما قمت بتنسيق النصوص وموضع الشكل خلف النصوص منتوجه الى ادراج ومنختار فيديو من هذا الجهاز وانا كنت محضر فيديو قبل شوي عندي هذا الفيديو عبارة عن اسماك خلني اكتمل للصوت لو كان فيه اي صوت طيب الان ممكن نعطي نقل الى الخلفية عشان نشوف ايش معانا الاسماك بالخلفية لكن رح نرجع الى شكل مستطيل مرة تانية ولنتخلص من الاطار الازرق اللي ظهر ونختار عندي اياه بدون الاطار برجع بحدد ايش على الفيديو مرة تانية ممكن نزغر الفيديو لانو انا في عندي مساحة بهذا الشكل ممكن نزغر الفيديو متل ما انا شايفين عندي مساحة جميل ولو شغلنا الان رح نشوف الاسماك كيف بتحرك معنا ضمن الاطار فقط لا غير هذا يسمى المسك كيف عطي الموضوع الجمالية اكتر طيب خلني اول شيء احدد وبنتوجه طبعا الفيديو وبنتوجه الى خيارات التشغيل ونجعله التشغيل يكون عندي ايات القائي ومن قائمة حركات خلني نطلع جزء الحركة تمام طبعا موضوع البس هذا رح نعمله ازالم ممكن اضيف عليه تأثير اخر يعني ممكن نتوجه الى الحركات وبنقر على اضافة حركة ومنختار عندي على سبيل المثال خطوط مستقيمة وبجعل المسار يكون عندي اياه بدل ما يكون للأسفل يكون عندي اياه لليسار اما بالماوس بتحكم فيها او بجي بقال له اعطيني اي شوني لليسار تمام طيب رح نزغر شوي وبجي بنقر على خط النهاية او لغة النهاية بضغط شفت من الكيبورد وبنقر مع التحريك لحتى يعني ايبان معي ان الفيديو انتهى تمام طيب رح نشوف الموضوع من خلال بدء التأثير من خليكن عندي اياه مع السابق ومن خيارات التأثير خليكن عندي اياه مثلا البدء وانهاء المتجانس بنشيلهم بحيس يكون عندي اياه سرعة موحدة ممكن تعمل على عكس تلقاء اذا كدرها تطول بالشريحة بحيس انهم يعني يروحوا يرجع معنا عرض طريقة عرض السمكات يكونوا متحركات بهذا الشكل وممكن من خلال التوقيت والتكرار تعملوا حتى نهاية الشريحة ما عندك بشلب الموضوع الموضوع حسب المدة الزمنية المخصصة لوقفتك وشرحك على هذا السلايد او هادي الشريحة طيب صف عندي موضوع الحركة ممكن احنا نزيد المدة الزمنية من هذا المكان الى خمسة ونشغل ونشوف تمام بهذا الشكل خلنا نشغل من عندي الفيديو ونشوف الحركة كيف صارت معنا وكأنما الاطفال هم بسفينة او بيقارب بشيء معين ويشوفوا الاسماك بهذا الشكل حتى نعطي الموضوع جمالية اكتر وواقعية اكتر انصح التعبير كنت انا محضر اطار لنافذة سفينة صورة مفرغة بي ان جي ويمكن تحميل هذه الصوريات من اي موقع بي ان جي ما في مشكلة بالموضوع ممكن انا ازغرم للصورة بهذا الشكل ممكن اعمل له التفاف مثلا الى هذا الشكل اضغط كونترول مع الشيفت ونوسعها كمان حبي او ازغرها شوية معلش عشان موضوع النص ممكن نجري بعض التنسيقات اللونية على الصورة التأثيرات يعني موضوع التحسين الصورة او الحدة او اللون او ما شابه ذلك ممكن نختار مثلا هذا اللون او الى اللون الفضي مثلا يعطي شيء من الواقعية اكتر ممكن مثلا نختار هذا الاعداد اه التباين رح نقلله شوي فقط لا غير فالان احنا لو شغلنا شريحتنا رح يكون عندي العرض بهذه الجمالية وهذه الواقعية طبعا سنة الفيديو بدأت شوي نوعا ما كبيرة تحتاج تبطيء اكتر من هيك في الموضوع يعطي جمالية اكتر خلني ارجع اتحكم في موضوع ايش موضوع المدة الزمانية من خلال قائمة الحركات بنحدد على بسار الحركة ونعطي تبطيء مثلا الى ستة او سبعة او تمانة ما في مشكلة بالموضوع ولما رح نشغل مرة تانية رح نشوف الموضوع اصبح بهذه الجمالية هذا استخدام جميل من استخدامات المسك كونك صانع محتوى على برنامج باوربوينت لازم تمتلك هذه المهارات بغض النظر عن الفئة المستهدفة اللي انت رح تقدم له العرب التقديمي وبغض النظر عن المحتوى انت شغال عليه لازم عنصر الجذب ان يكون موجود وطالما ان الامر متعلق بالموضوع فلا ضير من استخدام هذه التقاني حتى ولو كنت محاضر في احدى الجامعات ويلي حابب يمتلك المهارات في برنامج باوربوينت اطلقنا دبلوم باوربوينت متكامل مع حزمة ماتريل وملفات وقوالب ضخمة تصل الى اكثر من خمسة عشر الف قالب متاحة لها على موقع عالمكم وبسعر جدا رمزي ومخفض في اللي مهتم بزيادة مهاراته واكتساب خبرات اضافية والاستفادة من المحتوى المقدم في الدبلوم والمشاريع والقوالب المتاحة وصف الفيديو رح تشوفوا من خلاله رابط موقع عالمكم يلي توجهكم مباشرة الى الحصول على الدبلوم مودتي لكم لا تنقطع ولا تنسوني تكرما من دعاكم بداية وتفاعلكم ثانيا دمتم برعاية الله محبكم احمد صالح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته